نجدد التحية أدنى منذب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسام عبدالخالق تسمية إسرائيل وكلة الأونروا جهة إرهابية وخلال جلسة إحطة أمام الأمم المتحدة حذر عبدالخالق من مغبة التعايش مع قرار إسرائيل الذي يهدف لتفكيك الوكالة مطالبا المجتمع الدولي برفض مقترح إيجاد بداء الوكلة الأونروا كونها غير قابلة للاستبدال وأوضح منذب مصر أن إسرائيل انتهكت مثاق الأمم المتحدة والقرارات الأممية مؤكدا أن العديد من الدول بدأت التساؤل بالفعل حول مشروعية استمرار إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة